موسيقى نشرة الأخبار من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى بوتن يقول أن تزويد أوكرانيا بمنظومة باثريوت إطالة ليمد النزاع ويؤكد أنه سيوقع مرسوما بشأن الرد على تحديد سقف لسعر النفط الأسبوع المقبل موسيقى وزارة الأمنة الإيرانية تعلن إلقاء القبض على شبكة تخريب في منطقة أكبتان غرب طهران مسؤولة عن عمليات تخريب وإرهام في العاصمة موسيقى نتنياهو يعلن توصله لاتفاق لتأليف حكومته قبل انتهاء المهلة القانونية لذلك ووسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن نية لديه للتلاعب بموعد عرض على الكنيسة موسيقى اتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تأجيل جولة إعادة الانتخابات البرلمانية لتفادي الفوضى ويحذر من أن البرلمانة الذي سينتج عنها سيكون فاقدا للشرعية موسيقى الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا يعين ستة عشر وزيرا في حكومته الجديدة ويؤكد سعيه لتأليف حكومة تمثل أكبر عدد من القوى السياسية موسيقى قال الرئيس الروسي فاديمير بوتن أن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت إطالة ليامد النزاع وأكد أن روسيا ستجد مضادا لهذه الصواريخ بوتن عشارة في مؤتمر صحفي لأن الولايات المتحدة تشارك فيما يحدث في أوكرانيا منذ فترة طويلة ولفت أن موسكو تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا ويتفضل أن يكون ذلك سريعا وأعلن أنه سيوقع الأسبوع المقبل مرسوما بشأن الرد على تحديد سقف لسعر النفط الكرملين قال أن الإمدادات الأمريكية لأنظمة صواريخ باتريوت لأوكرانيا لن تسهم في تسوية الصراع بين موسكو وكيف وفي اتصال صحفي أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن لا مؤشرات على الاستعداد لمحادثات سلام ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة مع روسيا حتى آخر أوكرانيا نزع السلاح هو أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة يمكننا أن نرى أن الولايات المتحدة والدول الأخرى تمنح أوكرانيا مجموعة أكبر من الأسلحة ذات القدرة التقنية الأكبر وهذا لا يساهم في تسوية النزاع بل بالعكس أن حقيقة عدم إبداء الرئيسين الأمريكي والأوكراني أي استعداد لسماع مخاوف روسيا دليل على أن الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع وبصورة غير مباشرة تخوض حربا بالوكالة مع روسيا حتى آخر أوكراني معي مباشرة من موسكو الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية دكتور فايز حوالة دكتور فايز حياك الله بداية هل تصريحات بوتين تعكسه خشية روسية من منظومات الصاروخية الأمريكية باتريوت التي سوف تمنح لكييف بداية تحية لكم ومشاهديكم ومتابعكم الأكارين بكل تأكيد التصريحات التي قمت بها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين اندلت على شيء فهي تدل على أقل تقدير بأنه لم تؤثر ولن تؤثر على سير مجريات الأحداث منظومات الدفاع الجوية الأمريكية المزمع تقديمها لأوكرانيا من نوع باتريوت أو غيرها من أنواع الأسلحة لما تمتلكه روسيا الاتحادية اليوم من أسلحة متطورة متقدمة وهنا أود الإشارة إلى المصطلح الذي استخدمه الرئيس بوتين وهو الترياق لمنظومة باتريوت عدا عن ذلك فأن الحديث الذي يدور حول منظومة باتريوت هو عن منظومة واحدة فقط أين تضع هذه المنظومة وما هي مدى إمكانية تعطيل عمل العملية العسكرية الروسية أعتقد بأن هذا الاحتمال ضئيل للغاية إضافة إلى ذلك كانت هناك تصريحات جيدة للغاية وهي أنه سوف تكون مستهدفة هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بكل تأكيد أن السهداف المباح لتدمير هذه المنظومة في حال دخلت فقدنا التواصل مع الدكتور فايز الصوت يتقطع أرجوه أن يتم إصلاح الاتصال دكتور فايز تسمعني الآن؟ أرجوه أن يكون هناك تصريحات جيدة للعودة مرة أخرى وفي تصريحات صحفية حذرت زغروفا اليونان من إمداد أوكرانيا بمنظومة الثلاثمية كان الغرض من الزيارة متوقعا فقد ذهب زيلينسكي إلى واشنطن للمطالبة بمساعدات عسكرية ومالية جديدة وهو لم يأتي حتى للمطالبة بل أتبه أولئك الذين ستذهبوا إليهم هذه المساعدة المالية نتيجة لذلك على قاعدة مشروطة لقد جره إلى هناك مثل الدمية وعرضوها على الجميع وأعادوه إلى الطائرة وطردوها وفي الإطار نحاذر اليونان من عواقب وخيمة في حال نقلها أنظمة الدفاع الجوي S-300 إلى أوكرانيا وموسكو تعد ذلك انتهاكا لالتزامات أثنى بموجب المعاهدة معنا بالتوازي تواصل البحريتان الروسية والصينية مناوراتهما المشتركة التي تستمر حتى 27 الشهر الحالي وهذا ونشرت البحريتان مشاهد جديدة للمناورات التي تشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي وأشارت إلى أن الغرض الرئيس منها هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وزارة الدفاع الصينية كانت قد قالت أن المناورات تدل على تصميم الدولتين على الرد المشترك على التهديدات التي تلحق بالأمن البحري أعلن الآن بدء المناورة البحرية البحر المشترك 2022 إن الصين وروسيا هما أكبر جيران لبعضهما البعض واستمرت العلاقات الثنائية في التحسن بتوجيه من قادة البلدين واستمرت التبادلات العسكرية في التعمق مع تحقيق نتائج مثمرة خلال التدريبات المشتركة ستقوم السفن الصينية والروسية بعمليات سيطرة مشتركة ودفاع جوي وأنقاذ وعمليات عسكرية أخرى كما سننظم تدريبات بالذخيرة الحية نحن مليئون بالروح والطاقة ونحن على ثقة بإتمام المهمة أوقفت السلطات الألمانية موظفة في جهاز الاستخبارات الألماني يشتبه في نقلها معلومات إلى روسيا نيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا قالت في بيان أن المؤنطنة الألمانية كارستن إيل وهي عنصر في الاستخبارات الخارجية يشتبه في أنها نقلت معلومات حصلت عليها في سياق أنشطتها المهنية إلى أجهزة الاستخبارات الروسية وعشر البيان إلى أنه جرى تفتيش شقتها ومكتب عملها إضافة إلى تفتيش منزل شخص آخر متورط في القضية أعلن الرئيس البيلاروسي أليكزندر لوكاشينكا أن بلاده معرضة في أي لحظة لأن تواجه الأعداء على حدودها سواء مع بولندا أو أوكرانيا وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي في مينسك أكد لوكاشينكا وجوب الاستعداد لمواجهة التهديدات على حدود بيلاروسيا حيث ينشر النيتو مجموعات قتالية متطرفة حسب قوله وأوضح أن التدريبات المشتركة التي تجريها بلاده مع روسيا ترمي إلى رفع المستوى القتالي للجيش بلادنا معرضة في أي لحظة لأن تواجه الأعداء على حدودها سواء مع بولندا أو أوكرانيا ولذلك إن كنت تريد السلام فاستعد للحرب التدريبات المشتركة التي تجريها بلاده مع روسيا تهدف إلى رفع المستوى القتالي للجيش يجب الاستعداد لمواجهة التهديدات على حدود بيلاروسيا حيث ينشر النيتو مجموعات قتالية متطرفة أعود لي يا دكتور فايز حوالي الأكاديمية والخبير في الشؤون الروسية من موسكو دكتور كنت تتحدث عن الباتريوت وعن التقديرات الروسية فيما يتعلق بهذه المنظومة وإلى أي حد يمكن أن تحسب لها روسيا حساب في سياق الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا تقطع الصوت وأرجو أن تكمل طبعا بكل تأكيد هذه المنظومة لن تؤثر على الإطلاق على مجرى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أولا لأنها مجموعة واحدة ثانيا كما وصفها الرئيس بوتين بأنها تساوي بالنوعية أو بالجودة الـ 300 أي هي قديمة كما وصفها الرئيس بوتين تماما وأيضا استخدم تعبير أنه يوجد ترياق أي يوجد الأسلحة المناسبة لتدميرها بالإضافة إلى ذلك هي سوف تصبح بكل الأحوال سواء كانت تشكل خطرا أو لا تشكل خطرا على مجرى العملية العسكرية الروسية الخاصة فهي سوف تكون مستهدفة بكل تأكيد لتدميرها مثل باقي الأسلحة التي تم تزويد أوكرانيا بها من صنع الناتو أو صنع الولايات المتحدة الأمريكية وما إلى غيرها إضافة إلى ذلك هناك أمر مهم للغاية اليوم طبعا منظومة الباتريوت هي موجودة في الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وليست في مستودعاتها وبالتالي عملية نقل هذه المنظومة إلى أوكرانيا سوف يتم نقلها من أحدى الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من أي دول هاي هي من الدول العربية هل هي من بولندا هل هي من ألمانيا ونحن نعلم جميعا بأنه تمت هناك ضغوطات كبيرة لسحب هذه المنظومة من ألمانيا وتسليمها لأوكرانيا إلا أن الجهة الألمانية رفضت ذلك وبالتالي ربما سيكون وضع منظومات باتريوت إضافة في بولندا وبالتالي هنا النقطة الحساسة هي في حال استخدامها انطلاقا من بولندا فأيضا سوف تصبح مستهدفة بشكل كامل وهذا يعني ما يعنيه بأن الحرب في أوكرانيا تمتد خارج الحدود الجغرافية لألمانيا وهذا ما لا يترغب به الدول الأوروبية وحتى الدول الناس دكتور إذا كانت روسيا تستطيع احتواء دخول باتريوت على خط الحرب لماذا وصف الرئيس بوتين ومسؤولون روس آخرون بأن هذا التطور قد وأن الولايات المتحدة بهذا السخاء على زيلنسكي قد تطيل أمد الحرب طبعا بكل تأكيد لأن دخول منظومة جديدة أو نوع جديد من السلاح هذا يعني أنه يجب ترتيب جميع الأمور من أجل القضاء على هذا السلاح سواء كان في طريق وصوله أو حين استخدامه أو في المستودعات التي سوف يتم تخزينها وهذا الأمر يجعل من عمر الأزمة في أوكرانيا تطول أكثر فأكثر ولكن الأمر هنا لم يقتصر على تزويد السلاح وإنما إذا عدنا إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني زيلنسكي في الكونغريس نجد بأن هناك وضع عشر نقاط هذه النقاط العشر بكل تأكيد لا يمكن تطبيقها أو القبول بها بأي شكل من الأشكال على الرغم من أن روسيا الاتحادية لم تغير مواقفها على الإطلاق وهناك عدة شروط من أجل إنهاء حالة الأزمة في أوكرانيا إضافة إلى ذلك نجد بأنه يوما بعد يوم يتم تحرير الحدود الإدارية لمنطقة الدنباس أي لجمهوريتين دالنيسك والوغانسك وبالتالي هذا كان الهدف الأساسي من العملية العسكرية ويبقى أيضا طبعا العملية هي ضمان أمن هذه المناطق وضمان أمن هذه المناطق يتوقف على مدى الأسلحة التي سيتم تزويد أوكرانيا بها ونوعية الأسلحة بمعنى آخر أنه لا يوجد من إيجاد منطقة أمان بمعنى لو أننا نأخذ بعين الاعتبار أن الصواريخ الباتريوت مداها 150 كيلومتر فهذا يعني أنه يجب طرد القوات التي ربما تستخدم هذه الأسلحة إلى مصافي أبعد 150 كيلومتر هذا المعنى الحقيقي لإمداد عمل الأزمة طيب بكتور اليوم في الكونغرس كانت المشاهد مثيرة عندما ألقى زيلنسكي خطابه والتصفيق الحار والمتواصل ربما حتى نتنياهو أو قادة إسرائيل لم يحصلوا على ما حصل عليه زيلنسكي في الكونغرس العلم الأوكراني وكيف نائبة الرئيس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حملوا العلم الأوكراني ورفعوه داخل قبة الكونغرس هذه المشاهد المثيرة دكتور كيف كان صداها في روسيا بتقديره؟ طبعا هي مجال السخرية أكثر ما هي مجال الجدية لماذا؟ لأن هذه الفرصة الأخيرة للحزب الديمقراطي من أجل تمرير حزمة جديدة من المساعدات بين مزدوجين التي تزف في نهاية المطافة عبر أوكرانيا وتعود إلى الحزب الديمقراطي الذي بدأ عمليا بتجهيز للانتخابات الرئاسية القادمة وبالتالي يجب أن يكون هناك تمويل لهذه الحملة الانتخابية وخاصة أننا سنرى بأن هذه الحملة سوف تكون شرسة وتكون منافسة كبيرة هذا من ناحية من ناحية أخرى نعم التصفيق حار مدة الخطاب استغرق 28 دقيقة ولكن نسي أحدا أن يقول بأنه من أصل العدد أكثر من 213 عضو جمهور يحظل فقط 86 عضو هذا يعني بأنها أيضا إشارة بأنه لن يكون الوضع مريح بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن بعد العام الجديد وبعد أن يكون الجمهوريين قد استوفوا كامل الشروط للسيطرة على الكونغرس ومما يعيق عملية دفع أموال الدرائب الأمريكيين وتبيضها عبر السقف الأسود الأوكراني إضافة إلى ذلك طبعا الكل يعلم بأنه أصبحت تسمى أوكرانيا بالولاية 51 وهذا الأمر لن يطول على الإطلاق لأن هناك امتعاضا كبيرا حتى في داخل الأوساط الأمريكية التي لا تؤيد هذه الأموال الضخمة التي يتم بثها في أوكرانيا بدون أي جدوى وبدون أي فائدة ولكن الأمر متعلق طبعا بتجارة الأسلحة بدعم مجمعات التصنيع الأسلحة الأمريكية التي تسلس في مطاف إلى جيوب الديمقراطيين في الإدارة الأمريكية طيب دكتور إلى أي حد تراهن روسيا على هذه المسألة مسألة السخاء على زيلنسكي والإمداد بالسلاح وبالمال ليس من الولايات المتحدة بل حتى من الأوروبيين إلى أي مدى تراهن موسكو على اهتزاز الأوضاع الداخلية في هذه البلدان وظهور حالات تململ كما شاهدنا في بعض البلدان الأوروبية من الاستمرار في الحرب والاستمرار في إرسال المساعدات على حساب الاقتصاد وعلى حساب المجتمعات الأوروبية حتى نتحدث حول هذا الموضوع لا بد أن نتعرف على الوضع العالمي بشكل عام الوضع العالمي بشكل عام أو معظم دول العالم أصبحت مستائمة من السياسات الأمريكية التي تقوم على فرض نفسها وفرض الوصاية على اقتصاديات كل الدول هذا بالوضع العالمي بالوضع الأوروبي هناك انقسامات وانقسامات واضحة كبيرة جدا للغاية في موضوع ما يتعلق مثلا بفرض العقوبات الاقتصادية على الروس الاتحادية ومنعها من تصدير منتجاتها بمختلف أنواعها إلى دول العالم بحجة العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وبالتالي هناك انقسامات أوروبية وهذه انقسامات واضحة في أوروبا وانقسامات أيضا أخرى ضمن دول الناتو يعني مثلا عندما نرى تصريحات الرئيس الفرنسي حول الضمانات الأمنية لروسيا والعودة إلى هذا الموضوع وأيضا إيجاد منظومة أمنية خاصة بالاتحاد الأوروبي بعيدة كل البعد عن الضغوطات والتأثيرات الأمريكية هذا يعني أن هناك على أقل تقدير اختلاف وجهات النظر من نعم إضافة إلى ذلك شعر أصبح المواطنيون الأوروبيون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحميهم على العكس تماما هي تحاول استغلالهم بجميع الاتجاهات السياسية والاقتصادية والعسكرية عذرا على المقاطعة دكتور فايز حوال الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية كنت معنا وباشرة من موسكو شكرا جزيلا لك أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو وجوبة أن تحقق الدول الأوروبية قدرا أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة وضمن ذلك إطار وخلف الشمال الأطلسي وفي حديث للصحفين على مدن طائرة الرئاسة الفرنسية لدى عودته من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في الأردن شدد ماكرون على حاجة أوروبا لسيادتها الدفاعية مشيرا إلى حاجتها أيضا إلى الحصول على استقلالية تكنولوجية عن الولايات المتحدة وقال ماكرون الصراع في أوكرانيا كشفا عن ضعف القارة أمام روسيا واعتمادها الكبير على الولايات المتحدة لكنه قال إنه لا يرى مساعيه لتطوير الدفاع الأوروبي كبديل للنيتو تشهد دول أوروبية عديدة موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة وللمطالبة برفع الأجور تقرير خالد الخليل هموم الداخل الأوروبي تتزايد مع اقتراب نهاية الحم فالاستقرار السياسي الأوروبي منذ بدء الحرب في أوكرانيا ارتبط بدرجة الرضا الاجتماعي لدى الأوروبيين فتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية دفع الأوروبيين إلى الشارع للاحتجاج على وقع معيشي لم يألفوا وسط صخة شعبي قطاعات أوروبية اقتصادية متعددة على رأسها النقل الجوي والسكك الحديد والطبابة شهدت إضرابات وتحركات احتجاجية نتيجة لتحركات عمالية منظمة ومنسقة إلى حد كبير في فرنسا حركة القطارات تشهد اضطرابا كبيرا بسبب إضراب جديد للمراقبين أجبر الشركة الوطنية للسكك الحديد والحكومة على إلغاء مئات الرحلات خلال احتفالات عطلة الميلاد وسيتم تسير قطارين فقط من أصل ثلاثة في عطلة نهاية هذا الأسبوع رقعة الاحتجاجات لم تقتصر فقط على فرنسا فالبرتغال ستشهد إضرابات جديدة خلال عطلة الأعياد ولسيما الاتحاد الوطني لموظفي الطيران المدني الذي أعلن عن جولة إضرابات جديدة لخمسة أيام تسبق ليلة رأس السنة بعدما أدت إضرابات سابقة هذا الشهر إلى إلغاء أكثر من ثلاثمائة وستين رحلة جوية المملكة المتحدة لم تكن بعيدة عن هذا المشهد مع إعلان عمال سكك الحديد عن إضرابات واسعة في الشهرين المقبلين تشمل نحو أربعين ألف موظف وخلال الأيام المحددة للتظاهرات سيتم تشغيل قطار واحد من كل خمسة الإضرابات توسعت لتطال القطاع الصحي بعدما نفذ آلاف من تواقم الإسعاف إضرابا عن العمل في بريطانيا هو الأكبر منذ ثلاثين عاما الأمر الذي سبب ارتباكا واسعا في مستشفيات هيئة الخدمة الصحية كما نفذ سائق سيارات الإسعاف والمصعفون وموظف الدعم إضرابا في تسع شركات لسيارات الإسعاف واستعانت الحكومة البريطانية بنحو 750 جنديا في الجيش لقيادة سيارات الإسعاف وتغطية النقص في عدد السائقين والمصعفين الناجم عن الإضراب وفضلا عما تعانيه القارة العجوز من أزمات اقتصادية تأتي الإضرابات ثقلا إضافيا على كاهل الحكومات وتحديا خطيرا لاستقرارها على وقع سياسات اقتصادية عاجزة عن إيجاد حلول لأزماتها أكد وزير الخارجية التركي تجاوب سويد بتسليمها بلاده أحد المطلوبين لكنه عد الخطوة غير كافية بل تحتاج إلى خطوات أكبر لتجسيد التزامات السويد تجاه التفاهم بين البلدين لقد سلموا لبلدنا شخصا ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني وخطوة كهذه هي في الاتجاه الصحيح ولكن لا توجد تطورات ملموسة في بعض المسائل ولا سيما في تسليم أفراد مرتبطين بالإرهاب وتجميد أمواله من جانبي أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن بلاده جادة في التزامات تجاه تركيا مشيرا إلى أن للقضاء دورا في النظر بالحالات التي تطرحها تركيا على السويد نتعامل مع التزاماتنا بجد السويد لديها قضاء مستقل وتجري مراجعة جميع الحالات من خلال ذاك القضاء المستقل وكما تعلمون فأن الشرطة السويدية ومصلحة الأمن تولي أولوية التعاون العملياتي بناء على مذكرة التفاهم الثلاثي منذ التوقيع عليها حزب العمال الكردستاني قد لا يكون تهديدا كبيرا للسويد ولكنه حتما تهديد لتركيا وهو أمر تأخذه الحكومة السويدية على محمل الجد إلى إيران حيث ندد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني بالاتهامات المتكررة لرئيس أوكرانيا في الكونغرس الأمريكي واصفا إياها بالتصريحات غير اللائقة وفي تصريحات صحفية نبه كنعاني لأن صبر إيران الاستراتيجي لن يكون بلا حدود في مواجهة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة مؤكدا أن طهران لم ترسل أي معدات عسكرية إلى أي جانب لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا ودعا كنعاني الرئيس الأوكراني إلى التعلم من مصير بعض قادة الدول الذين كانوا سعداء بدعم أمريكا أعلنت سارة الأمن الإيرانية إلقاء القبض على أكبر شبكة تخريب في منطقة أكبتان غرب طهران مشيرة إلى أنها مسؤولة عن عمليات تخريب وإرهاب في طهران وأضافت أن الشبكة مكونة من تسعة وثلاثين شخصا منهم سبعة وعشرون تقلوا في فيلا وبعضهم ثنائي الجنسية وله سوابق في إثارة الفوضى داخل البلاد كما أن بعض أفراد هذه المجموعة كانوا على صلة بجماعة مجاهدي خلق الإرهابية وآخرون على اتصال بوسائل إعلام معادية لإيران أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن الخلايا الإرهابية التابعة للموساد والتي ألقي القبض عليها كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجير واغتيال داخل إيران وخلال مراسم تنصيب مدير الأمن الجديد لمحافظة أذربيجان الغربية أكد خطيب أن أحد الموجهين لهذه الخلايا الإرهابية موجود في إحدى الدول الأوروبية وأن طهقا ستعلن عن ذلك بعد استكمال الوثائق من جهة أخرى فكك الأمن الإيراني أربع خلايا تنفيذية تعمل لمصلحة الجهاز الموساد كان أعضاؤها يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية مركبة في إيران خلال الأحداث الأخيرة وزارة الأمن الإيرانية أعلنت أنه جرى اعتقال جميع أفراد الخلايا الأربع قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عمل وأضافت أنه جرى الحصول على معلومات تتعلق بمدير شبكة الموساد في إحدى الدول الأوروبية وسيجري الإعلان عن النتائج عنده اكتمال التحقيقات أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن إسرائيل ستندم إذا فكرت في تنفيذ أي اعتداء ضد إيران وخلال جلسة المجلس الأعلى للقيادة في الجيش قال الموسوي أن التهديدات الإسرائيلية فارغة فتل أبيب لن تكون قادرة على الوقوف ضد رد إيران الساحق مؤكدا أن التحركات الإسرائيلية تحت المراقبة المستمرة والدقيقة وأن الجيش الإيراني على تم الاستعداد للتعامل بسرعة وحسم مع أي عمل عدائي أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره الأسباني خسيمان ويل البراس أن إيران ترى أن إلغاء عضويتها في لجنة المرأة خطوة تدل على السعي للقضاء على فرصة الحوار وخلال اتصال هاتفي مع أل بارس أكد أمير عبد اللهيان أن إيران تعد واحدة ممن يمتلكون أقوى الديمقراطيات في المنطقة وضف أن الإيرانيين لا يقبلون أن تستمر أوروبا في تدخلاتها فأصل نتابع بعده النشرة مجددا حياكم الله أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بن يمين نتنياهو توصله إلى اتفاق لتاليف الحكومة وذلك قبل دقائق من انتهاء المهلة القانونية الأخيرة لذلك نتنياهو اتصل بالرئيس الإسرائيلي وأبلغه نجاحه في مهمة تأليف حكومة بعد 38 يوما من تكريفه فيما بيّنت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يعتزم التلاعب في الموعد المبدئي لعرض الحكومة على الكنيسة المفترض الأربعاء المقبل أردت أن أبلغكم أنه بفضل الدعم الجماهيري الهائل الذي تلقينه في الانتخابات تمكنت من تأليف حكومة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل وبالطبع أنوي تشكيلها في أقرب وقت ممكن حول هذا الموضوع معنا من الخليل الخبير بأشعون الإسرائيلية الأستاذ عادل شديد أستاذ عادل حياك الله بداية نتنياهو في اللحظات الأخيرة يقول شكلت الحكومة ونجحت هل تعتقد بأن الحكومة التي يتحدث عنها نتنياهو هي تشكيلة متماسكة يستطيع نتنياهو الحكم بها مساء الخير لك أستاذ كمال ولميادين ولمشاهديكم لا شك أن حكومة نتنياهو تحظى بتأييد 64 عضو كنيسة من مركبات الحكومة الحالية الأربعة سواء الليكود أو تسمع يهودية العظمة اليهودية أو البيت اليهودية اللي هم الصيونية الدينية زعامة بيتسل إيل سموتريتش والحرديم سواء شاس أو يهدو تاتورا يعني بشكل قوة وصحيح أنه هناك الكثير من التباينات بالمواطف الداخلية ولكن هذه التشكيلة اللي سيتم الإعلان عنها ولا شك إنها تشكيلة ثابتة ومتماسكة إلى حد ما وخاصة أنه لمنع الوصول إلى أي أزمة قد تفجر الأمور بين مركبات الحكومة ساعة مكونات الثلاثة استثناء الليكود لتمرير جملة القوانين اللي أصلاً حاية المجموعة اللي هم جماعة إتمار بن الفير وبتسل إيل سموتريتش أتوا إلى الحكومة من أجلها ليس فقط أتوا لتمرير أو إنجاز التناسلات التي تطر سيد عادل تقديمها نتنياهو للمتطرفين في الكنيسة في الحزاب الإسرائيلية لحصول على ورقة التشكيل التأليف يعني لا شك إنه نتنياهو كان معنياً ترحيل هاي القضايا إلى معباعد تشكيل الحكومة لكي يمسك الكثير من الأوراق للمناورة بها وأن يكون قادر على إدارة دفة الحكومة إدارة كل ملفات سواء السياسية أو الإقتصادية أو المالية أو الأممية ولكن خشية الوصول إلى ما وصلت إليه العديد للحكومات السابقة بتفق على ذلك ولكن بالقراءة الاستراتيجية جزء من هاي القوانين التي تم تمريرها لا يوجد تعفض لبن يمينة تنياهو عليها بن يمينة تنياهو ليس كما يحاول البعض بتصوير وكأنه اليوم أصبح يشكل حالة وسطية أو حمامة سلام مقارنة ببتسل إيلس موتريش أو تمارب بن كفير لا هو أستاذ في هذا المدرس التحودي الاستطاني الاستعماري ولكن كان معنيا بتمريرها بشكل تدريجي وبشكل هادئ ليس من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفجير العلاقة أكثر مع الإدارة الأمريكية التي عملت كثيرا لعدم عودة نتنياهو أو الأوروبيين وهذا ما كنت سأسأل عنه سيد عادل حول كيف ستتعامل هذه الحكومة مع التحديات والملفات حكومة من أكثر الحكومات أو أكثرها تطرفا وعنصرية وهي كل الحكومات الإسرائيلية 48 لليوم متطرفة ولكن نتحدث عن مسألة نسبية كيف ستواجه أولا حالة مشتعلة وانتفاضة قائمة في الضفة الغربية ومتصاعدة تحديات المتعلقة بحركات المقاومة في غزة التعامل مع السلطة الفلسطينية الذي كان سيئا خلال الفترة الماضية في السياسات الإسرائيلية كلها خاصة في عهد حكومة نتنياهو السابقة الحكم الأسبق وكذلك مع الإدارة الأمريكية التي لا تفضل حكومة من هذا النوع في هذا التوقيت يعني الإدارة الأمريكية ليست معانية بهذه الحكومة لكنها لن تذهب كثيرا باتجاه الصدام إلا إذا تجاوزت هذه الحكومة الخطوط الحمراء الأمريكية سواء البناء في منطقة T-E1 المنطقة الممتدمة بين معالي أدوميم والخان الأحمر وهدم الخان الأحمر والإعلان أو تمرير قوانين ضم الضفة الغربية بالكنيسة وبالمناسبة بالأمس أعلن مسؤول أمريكي أنه من الفترة القادمة سيمنع دخول المستوطنين اليهود المتهمين بارتكاب عمليات ضد فلسطينيين إلى الولايات المتحدة وبدء التلويح بموضوع إعادة فتح القنصلية الأمريكية بمدينة القدس المحتلة لتقديم خدمات لفلسطينيين الضفة والقطاع بمعنى الإدارة الأمريكية لديها الكثير من الأوراق والوسائل الكفيلة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وخاصة أنه تبنت موقف واضح أن أمام الإدارة الأمريكية بن يمين نتنياهو هو المسؤول عن سياسات سموتريتش وبينكفيل ولكن بن يمين نتنياهو ذكي جدا ليس معنيا بالذهاب باتجاه تفجير العلاقة لا مع الإدارة الأمريكية ولا مع الأوروبيين ولا مع شرائح واسعة من المجتمع اليهودي بالمناسبة الحكومة الحالية لا تشكل فقط خطر كبير على مستقبلنا كفلسطينيين إنما أيضا تشكل خطر على شرائح واسعة من المجتمع اليهودي الغافي الذي يسمى بالأشكنازي اليوم في حرب على النظم الليبرالية على موضوع يوم السبت موضوع المثليين موضوع حرية التعبير موضوع محكمة العدل العليا كل هذه القضايا ولكن بتقديري أنه اليوم رايح الحكومة القادمة باتجاهين إتمار بين كفير بالسياسة بحرب معلنة ضد فلسطينيين داخل 48 وتحديدا فلسطينيين نقب اليوم بدء بتمرير قوانين تستهدف فلسطينيين نقب بشكل قد يؤدي إلى دخول النقب الفلسطينيين بمواجهة وحرب ومواجهة مسلحة مع اليهود النقب والأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي ستكون من مسؤولية إتمار بين كفير ثم موضوع الضف الغربي اللي راح يكون دور اسموتريج بإحداث جملة تغييرات مهمة جدا سواء بارتكاب مجازر كبرى بحق مساكن مئات المنازل سيبدأ حدمها في المناطق المصنفة في سي جيم بالضف الغربي سيبدأ العمل ببناء آلاف الوحدات السكنية سيتم إلغاء تطبيق القانون العسكري على الضف ستمنع محكمة العدل العليا من التدخل لهدم المنازل الفلسطينية بالعمل في مناطق سي بمعنى أن هذه الحكومة ترى أن هذه فرصة ربانية إكل قناعة لدى هذه المجموعة أن هذه إرادة ربانية أوصلت هذه المجموعة إلى الحكومة لتكمل وتشرع مشروحها وتحديدا طبعا أستاذ عادل نتنياهو كرر بأنه سيلغى الاتفاق مع لبنان الذي وقع بطريق غير مباشر عبر الوسيط الأمريكي والأمم المتحدة اتفاق ترسيم الحدود قال سألغي هذا الاتفاق إذا فزت في الانتخابات سألغي هذا الاتفاق إذا فزت في الكرر المسألة أكثر من مرة الآن يبدو الأمور فيها موقف أمريكي الأمريكان يطمئنون اللبنانيين بأن الأمر لن يتم كما قال نتنياهو أن هذا كلام انتخابي لكن عناصر الحكومة حاليا تشير إلى أن هذا الملف لن يسير على ما يرام بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة يعني موضوع اتفاقي الموقع بخصوص الغاز أولا الموقف الأمريكي في هذا الموضوع أعتقد أنه مهم جدا ولا يمكن لإسرائيل أن تتجاوز وخاصة أن حاجة أمريكا لهذا الموضوع ومصلحة أمريكا بعد الحرب الأوكرانية الروسية هي دفعة الإدارة الأمريكية لإنجاز هذا الموضوع ثم الموقف الأمني الأجهزة الأمنية مجتمعة ترى أن هذا الاتفاق رغم علاته ورغم ما أحرج إسرائيل أنها ظهرت وكأنها ضعيفة ومعنية بتمرير أي اتفاق مع لبنان لكي يتم تلاشي مواجهة مع حزب الله ستؤدي إلى نتائج لن تكون في صالح إسرائيل بالتالي أجهزة الأمنية موقفة واضح بكل الأحوال لا أعتقد أن هذا الموضوع من أولويات الحكومة الإسرائيلية القادمة الحكومة الإسرائيلية القادمة حكومة تتشكل من مجموعات أيديلوجية جزء منها الحردين شاس ويهدوث ترى مشروحهم الأول هو التوراة وإعفاء اليهود المتدينين من الخدم العسكري والوظائف والاهتمام فقط بالدين وحصولهم على مخصصاتهم في كنشهم وهم في بيوتهم ثم موضوع إتمر بين كفير واسموتريج وهم المكونان والمركبان الرئيسيين في هذه الحكومة مشروحهم أيديلوجيا عقائدي مرتبط بالعلاقة مع الفلسطينيين ومستقبل ما يسمى أرض إسرائيل الكبرى ما بين النهر والبحر وبالتالي هم معنيين بإعطاء هذا الموضوع الأولوية لإحداث نقل وقفز نوعي في هذا الموضوع سيد عادل الشديد الخبير بشؤون الإسرائيلية من الخليل أشكرك جزيل الشكر وفق الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون درعي سيموتريج في القراءة الأولى والثانية على أن التصويت النهائي عن القانون لإقراره نهائيا سيكون في جلسة الكنيسة يوم الاثنين المقبل وبحسب موقع إسرائيل نيوز 24 فإن من شأن القانون أن يمنع فرض عقوبة وصمة العار على المسؤولين المنتخبين إذا كان الحكم مرهونا بوقف التنفيذ إضافة إلى السماح بتعيين وزيرين في الوزارة نفسها في القراءتين الثانية والثالثة من قبل اللجنة التي يرأسها عضو الكنيسة من حزب الليكود شلو مكارا حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة من حرب دينية يسعى الاحتلال الإسرائيلي لإشعالها عبر سياسات التهويد المتصاعدة التي تتزامن مع مخطط إسرائيلي واسال اقتحام الأقصى خلال ما يسمى عيد الأنوار اليهودي أكرم دلول والتفاصيل في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات إسرائيلية وتزامنا مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الذي يخطط من خلاله الاحتلال لمزيد من الانتهاكات والاختحامات نظمت مؤسسات العلماء في غزة تظاهرة إلكترونية حذر المشاركون فيها من السياسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق مدينة القدس نصرة للمزيد الأقصى والقدس وما يجري فيهما في هذه الأيام فنحن نعلم أن الهجم تزداد في الأعياد اليهودية وخاصة في عيد الحنوكة هذه الأيام ومع وصول حكومة نتنياهو إلى سدة الحكم طالب الفلسطينيون الأمة وعلماءها بتحمل مسؤولياتهم وحماية القدس التي تعاني من وضع قد يكون الأخطر حاليا على الإطلاق ندعو من خلال هذه التظاهرة الإلكترونية العالم أجمع والمشاطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام إلى النصرة والتغريدات وأيضا إلى إفراز بعض الوقت للتغريدات ونشر بعض التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل هذه القضية المهمة هذه القضية العادلة التي تمسك الإنسان عربي ومسلم أما هنا فأزاحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استطار عن جدارية هي الأكبر للمسجد الأقصى فيما حمل هؤلاء إسرائيل مسؤولية أي حرب تسعى لإشعالها استمرار العدو في هذه السياسات وقيامه بهذه الاعتداءات يحمل كافة الأطراف إلى مواجهة لا تحمد عقباها وعلى العدو أن يعيد الحسابات جيدا ولكن أنا لهم لن نقبل بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس مهما كان الثمن يؤكد الفلسطينيون ويشددون في ذات الوقت أن سيف القدس سيبقى مصلطا يسابق الفلسطينيون الزمن فيسعون بشتى الوسائل والطرق لدعم مدينة القدس ومسجدها الأقصى الذي يعيش أخطر مراحل التهويل يطالبون العالم بالتحرك ويحذرون إسرائيل من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها من جراء سياساتها العدائية أكرم دلو الغزة الميادين أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك أن بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في فلسطين المحتلة إلى سفارة وفي كلمة ألقاها خلال حفل ميلادي مع ابناء الجالية الفلسطينية في سنتياغو قال بوريك أن أحد القرارات التي اتخذتها الحكومة ولم تعلنه على الملأ بعد أنها سترفع مستوى تمثيل البلاد الرسمي في فلسطين من قائم بالأعمال حاليا إلى سفارة وشدد الرئيس تشيلي على أن الفلسطينيين شعب موجود ويقاوم وله تاريخ سوف نرفع درجة تمثيلنا الرسمي في فلسطين سنفتح سفارة لحكومتنا لمنحها التمثيل المناسب لتوسيع المطالبة في جميع المجالات وهو أمر أساسي وبسيط للغاية احترام القانون الدولي لا أكثر ولا أقل دانا حزب الله احتجازا لاحتلال جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد واصفا إياه بالفعل الإجرامي وفي بيان رأى حزب الله احتجازا جثمان الأسير أبو حميد إمعان في الجريمة وتأكيد على وحشية الاحتلال وتجرده من كل القيم الإخلاقية والإنسانية مشيرا إلى أن تلك الجريمة تستدعي أوسع حملة تضامن مع الأسرة لإرغام العدو على وقف اعتداءات عليهم وتزويد المرضى منهم بالهدوية والمستلزمات الطبية الضرورية نقل موقع ويكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي أن مصر أوقفت تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير الكاتب باراك رفيد نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن مصر تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية وأشار المقال إلى أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة بإبداء تحفظات على الاتفاقية معظمها ذات طبيعة فنية بما في ذلك انسحاب القوة المتعددة الجنسيات من الجزر قال الاتحاد العام التونسي للشغل أن من الحكمة تأجيل جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية وبرر الاتحاد موقفه هذا بتفادي الفوضى بعد أقبال متدن جدا في الجولة الأولى الأسبوع الماضي مؤكدا أن البرلمان الذي سينتج من انتخابات سيكون فاقد الشرعية والصدقية احتج الألف من صرب كوسوفا دعما لدعوات تطالب الحكومة ذات الأغلبية الألبانية بسحب قواتها الأمنية من شمال البلاد حيث تتركز الأقلية الصربية وقد نظمت مسيرة احتجاجية في قرية روداريا الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مترو فيستا المنقسمة عرقيا والمضطربة بينما لا تزال شاحنات محملة بالحصع واليات ثقيلة تغلق الطريق الرئيس عين الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا ستة عشر وزيرا في حكومته الجديدة دا سيلفا قال خلال إعلان أسماء الوزراء الجدد أن تأليف الحكومة مهمة أصعب من الفوز بالانتخابات مؤكدا محاولة تعليف حكومة تمثل أكبر عدد من القوى السياسية ومن بينهم أهم الوزارات التي جرى شغلها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية والصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد طلب معظم المعارضين الفنزوليين بإنهاء الحكومة المؤقتة برئاسة زعيم المعارضة أخوان جويدو لأنها لم تحقق أهدافها وقالت الأحزاب المعارضة في بيان لها إن ما سمته أهداف التحرير المتوقعة لم تتحقق وأن البلاد تحتاج إلى مسارات جديدة تقود إلى الديمقراطية النشرانتات في ختامها تذكير بالعناوين بوتين يقول أن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت إطالة لأمد النزاع ويؤكد أنه سيوقع مرسوما بشأن الرد على تحديد سخف النساء لنصر أسبوع المقبل وزارة الأمن الإيرانية تعلن وإلقاء القبض على شبكة تخريب في منطقة أكبتان غرب طهران مسؤولة عن عمليات تخريب وإرهاب في العاصمة أتانياهو يعلن توصله إلى اتفاق لتأليف حكومته قبل انتهاء المهلة القانونية لذلك ووسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن نية لديه للتلاعب بموعد عرضها على الكنيست اتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تجيل جولة إعادة الانتخابات البرلمانية لتفادي الفوضى ويحذر من أن البرلمان الذي سينتج عنها سيكون فاقد الشرعية الرئيس البرازيلية المنتخب لولا دا سيلفا يعين ستة عشر وزيرا في حكومته الجديدة ويؤكد سعيه لتأليف حكومة تمثل أكبر عدد من القوى السياسية لمزيد من الأخبار على صفحات الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسمانول دوت الميادين دوت نت وكذلك باللغة الإنجليزية إلى اللقاء اشتركوا في القناة